وقعت كل من وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الصناع والتجارة مذكرة تفاهم مع شركة اي بي مولار ميرسك للتعاون لتطوير وانشاء صناعة اعادة تدوير السفن في مملكات البحرين وذلك بحضور الشركاء الاستراتيجيين وهم الشركة العربية لبناء واصلاح السفن السري وشركة صلب البحرين وشركة اي بي ام تيرمينالز البحرين الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان وبهذه المناسبة اكد سعدت السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات التزام من مملكة البحرين بتحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال المشاركة الاستراتيجية والفعالة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع مبادئ رؤية مملكة البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين من جانبه اكد سعدت السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة ان هذه المذكرة تقف شاهدا على التزام مملكة البحرين بتعزيز التصنيع المستدام وتمكن القطاع الخاص من تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون بالاضافة الى نشر ثقافة الحوكمة البيئية والاجتماعية بما يتماشى مع ركاز استراتيجية قطاع الصناعة الفين واثنين وعشرين الفين وستة وعشرين بدوره قال السيد احمد حسن رئيس استراتيجية الاصول في شركة اي بي مولار ميرسك ان مجموعة ميرسك ارست برنار ارست بن رامجا لاعادة تدوير السفن يخضع لمعايير خاصة للتعامل المسؤول مع اعادة تدوير السفن بغض النظر عن الموقع الجغرافي حيث تجتمل هذه المعايير على الارشادات التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقيات هونغ كونغ وتهدف المذكرة الى تعزيز العمل المشترك والبحث والتطوير في مجال اعادة تدوير السفن بطريقة امينة ومستدامة بين الشركات ذات الصلاة وهي المذكرة الاولى من نوعها في هذا المجال بمملكة البحرين وحسب المذكرة سوف تقوم كل من وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الصناع والتجارة بتوفير الدعم التنظيمي للشركة العربية لبناء واصلاح السفن اسري والتي سوف تكون المسؤولة عن تهيئة الاحواض والساحات المستخدمة في عملية تدوير السفن والعمل على استيعاب السفن الاكبر حجما على ان تساهم شركة اي بي مولار ميرسك تساهم والتي تعد من اكبر الشركات العاملة في مجال الحاويات والشحن على مستوى العالم في استقطاب السفن لاعادة تدويرها بالاضافة الى تسخير خبراتها للعمل كمستشارا للعمليات لاعادة التدوير بما يتوافق مع الشروط والمتطلبات الدولية بهذا الخصوص وبالمقابل ستقوم شركة صلب البحرين باستقبال الحديد الناتج عن عملية اعادة التدوير ومعالجته ليتم عرضه في السوق المحلية والعالمية اليوم طبعا وقعنا مذكرة التفاهم بين وزارة المواصلات ووزارات الصناعة وشركة ميرس لعادة تدوير السفن وهي في الواقع مذكرة يمكن الاولى من نوعها في المنطقة وتعني باعادة تدوير السفن والاستفادة منها وهذا بلا شك يعكس التوجه الحكومي لمشاركة القطاع الخاص والاستفادة منها يمكن الوضع هنا عندنا في البحرين موجودة شركة اسري وموجودة شركة صلب وموجودة شركة اي بي ام تيرمينال فكل الشركاء المعنيين بهذا المشروع موجودين في منطقة واحدة وبالتالي ايضا راح يساهم اعادة تدوير السفن والاستفادة منها في دفع بعجلة التطور والنمو في هذا القطاع الحيوي وايضا راح يساهم ايضا في تحقيق مملكة البحرين للحياد الصفري وهو احد الهداف الاستراتيجية التي تسعلها مملكة البحرين نحن فخورين اليوم جدا بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعتبر نوعية مو بس على مستوى مملكة البحرين بل على مستوى المنطقة هذه الاتفاقية التي تنص على اعادة تدوير السفن واكيد لها اثار على البيئة وعلى المجتمع بشكل عام وايضا على تعزيز مكانة البحرين في هذا المجال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة